هذا ما تبقى من إحدى غرف دار الشعر العراقية بدر شاكر السياب الواقع في قرية جيكور بقضاء أبو الخصيب غرف محطمة وإعمار دون المواصفات المطلوبة زعيم القواف الحرة بقي صوره وعائلته حبيسة الإهمالي وسوء الاستثمار والله أنا أقول برأيي هاي تشكلونكم في اللجنة التحقيق وتجيبونكم ناس مليون سيف تقدر قبل وبعد هل صحيح المبلغ صرف على هذا الدار وهل هذا الدار بهتش مبلغ ما يمكن يصير أفضل وأحسن صار يكون تغيير يعني تغيرت معانم كثير من الدار خراب وعمار انهيار الغرف واحدة تلو الأخرى تؤزيد مخاوف غلق المكان في قدم الأيام فأكثر من صرخة استغاثة أطلقت لإنقاذ ما تبقى ولكن لا إجابة لمن تناديهم ليبقى دار السياب معلم حضاري سياحي عالمي قيد الحلم للواقع لو كان هذا المنزل في دولة أخرى من الدول التي تهتم برموزها الفنية الثقافية يكون حال غير هذا الحال تماما من اهتمام بالبناء الإعمار يكون مكان يجذب السائحين يعكس صورة جميلة عن البصرة ومبدعين البصرة والعراق بصورة عامة يعني هذا متحف المتحف غير بي رسبشين غير بي مرشد سياحي غير أكون مكتب غير أكون قاعة اجتماعات غير أكون بارك الإهمال الحكومي شمل جيكور بأكملها وليس فقط دار السياب فهذا حال الجامع الذي تعلم به الشعر البصري حروف تشكيل غازلت المطر وتغنت بالطبيعة ليتحول من دار عبادة إلى ملاذل المتسكعين والمخمورين ليلا بحسب أهالي القرية التي تلفظ أنفسها الأخيرة الفساد المالي والإداري يزيد السياب لوعة وهو في قبره فكما تدمر جسده مرضا ها هي ملفات الفساد تدمر جسد المنزل وكل الأشياء الجميلة في قرية جيكور بإعمار شكلي لا جدية من البصرة أركان تقي قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر